اللهم صلي وسلم دعالة على العربي الأشير وحالة على العربي الأشير وحالة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الكلام عن التيمم وهو طهارة ترابية تعليقة بالوجه واليدين بنية وهي طهارة المسح ناسب أن يعطف عليها ما يتعلق بالمسح فعقد بعد فصل التيمم فصل في المسح على الجبيرة وبعده فصل في المسح على الخفة نقتصر إن شاء الله في هذا المجلس على الكلام على ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة قبل أن نذكر نص الشيخ لابد أن صحيح مفهوما كثير من الناس يظن أن الجبيرة هي تلك العصابة التي يربط بها الجرح مثلا أو نحو ذلك وهذا فهم خاطئ الجبيرة هي الدواء بحد ذاته لا القماش أو العصابة التي توضع على الجرح لا بل الدواء الذي يوضع على الجرح وقد يوضع على الجرح دواء بحيث يكون ذاك الدواء يابس وجاف ويمكن عند الوضوء أن ذاك المكان تمسح فوق الدواء فالجبيرة هي الدواء ويسميها العرب جبيرة تفاؤلا بأن يجبار ذلك الجرح ذلك القصر فإذن الجبيرة ما هي هي الدواء الذي يوضع على الجرح الدواء بحدث لا العصابة والمسح على العصابة تابع لأحكام المسح على الجبيرة فيمسح على الدواء وإن لم يستطع مسح على العصابة قال رحمه الله تعالى فصل أي في مشروعية المسح على الجبيرة لدفع الضرر قال فصل إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح إذا كان الإنسان مجروحا جرحا في أعضاء الوضوء في الوجه والرأس في اليد المرفق في أعضاء الوضوء المظهور في القرآن الكريم أو في غيرها واحتاج إلى الاغتسال في الصدر في الضهر في الرجل في الفاخد أو نحو ذلك جرح وهو يحتاج إلى الغسل وخاف من غسله بالماء فوات نفسه وخاشية أنه إذا غسل هذا الجرح بالماء قد يموت إذا كان الجرح في الرأس فارضا أو قد يقع عليه الضرر كبير فوات نفسه أو فوات منفعه أو أن ذلك العضو الذي فيه ذاك الجرح إذا غسلها بالماء ذهبت منفعته لم يعد ينفع ذاك العضو كعين مثلا فيها الرمض يعني مصاب بمرض الرمض أو غيرها فإذا أصابها الماء ذهب الانتفاع بها أصلا فهنا يحرم عليه أن يلمسها بالماء في الوضع أو الوصل أو زيادة مرض أو خاشية أنه إذا غسل ذلك الجرح لن تفوت نفسه ولن تفوت منفعة العضو لكن المرض يزيد ولعله يسري ولعله يصيب ذلك الجرح قيح أو صديد أو نحو ذلك أو تأخر برء أو أن البرء الشفاء كان يمكن أن يقع بعد عشرة أيام لكن باستعماله الماء أخذ شهر أو نحو ذلك كذلك يجوز له المسح على الجبيرة أو حدوث مرض أي أن الجرح قد بارئة شفية لكن لو أصابه الماء لحدث مرض آخر هذه الأحكام كلها تبيح له أن يمسح على الجبيرة وإذا قال إذا كان في أضال وضوء ثم أتى بهذه الشروط وخاف من غسله كذا وكذا وكذا أو حدوث مرض قال فإنه يمسح عليها أي يمسح على ذلك المكان الذي تحقت في هذه الشروط فيه مرض خوف مرض خوف دهب لو كان هذا المكان مما يغسال ثلاثا كاليدين المرافق أو الوجه فإنه يمسح عليها مسحة واحدة مرة واحدة فقط لا ثلاثة فقط والمسح أن اليد تكون مبلولة فيضعها على ذلك الجرح لدفوقها الجبيرة فيمسح عليه أي مرة واحدة ولا يغسله ثلاثا ولا يمسحه ثلاثا ولو كان مما يغسال ثلاثا في الغطوط هذه مقدمة للكلم عن المسحة الجبيرة فأولا قال يمسح عليه يعني إذا استطاع أن يمسح على الجرح من غير أن يكون ذلك الأحكام يعني الضرار وخوفة وغيضة يمسح على الجرح أي يضع ذلك البلل ويمسح على الجرح ثم قال وهو الآن الباب والفصل فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل عليه الآن بدأ بالحكام يعني كأنها مقدمة تمسح على الجرح إذا كان ندمل الجرح يعني صار رجع إلى أصله وتستطيع أن تمسح عليه ولا يقع لك إلا آذى ولا خوفة تمسح عليه مسحة واحدة قال لا أنها طريقة لا تمسح عليه يصبح درر جعل عليه الجبيرة أي الدواء الذي يغطيه هو مسح على الجبيرة مثلما قيل لك مسح عليه ثم قال فإن لم يستطع المسح عليها مسح على العصابة المراد بالعصابة هنا هي الواقع الغالب لأن الدواء وحده نادر وكانت قديما الآن إذا وضع الدواء يربط ذلك المكان بعصابة الصيدلية المعروفة التي يربط بها الجرح أو غيرها من القماش المراد بالعصابة القماش الذي وضع فوق الدواء وفوق الجرح الجرح فوقها الدواء وفوقها العصابة تمسح على العصابة فإذا زيت العصابة إذا كان الجرح في مكان وكانت العصابة تحتاج إلى أن تتعدى الجرح من هنا ومن هنا من أجل أن تربط الدواء ونحو ذلك فهل يجوز لمسه على الزائد قال رحمه الله تعالى ولو على الزائد غير المقابل للجرح أي أن هذا الجرح وضعنا عليه العصابة المقابلة له يجوز المسح عليها ثم لأجل أن لا تسقط زبنا من هنا ومن هنا فإذا الزائد هذا وهذا ليس مقابلا للجرح لكن مادم محتاج إليه يجوز المسح عليها ثم عطف قال أو مثل قال كفصد الفصد هو الجرح الذي يتعمد من أجل بعض الحالات الاستشفائية يقطع فيه عرق أو نحو ذلك إذا كان الفصد هذا أدى إلى ذلك الجرح الذي يجوز ويمكن المسح على الجرح مسح عليه على الجبيرة فوقه مسح عليه على العصابة مسح عليه على الفصد مباشرة من غير هذا كذلك مسح عليه نفس الكلام الذي قيل في الجرح وعمامة قال وعمامة خيفة بنزعها إذا كان الجرح في الرأس وعصب على رأسه بعمامة أو غيرها مما يعصب به رأسه لأجل الجرح وخاشية إنه نزع العمامة أو نزع تلك العصابة التي فق رأسه لأجل الجرح أنه باللغة الضرر يصبه الضرر فيمسح على العمامة أو يمسح على تلك العصابة التي فق رأسه لكن هنا في تقييد بسيط إذا كان يمكنه المسح على جزء من الشعر ليس فوق تلك العصابة أو الاستقل الإمام أو إذا نزع تلك الجهة لا ضرر عليه يمسح عليه لأن عند غيرنا من مذاهب أن المسح على جزء قليل من الشعر كافي وبالتالي كان نجوحه من جهة وعليه العصابة أو الإمامة والجزء الثاني فيه الشعر يمسح على هذا ويمسح على العمامة أو على العصابة التي فوق الرأس هذا تفصيل دقيق موضح فيما تعلق بمشروعية المسح على الجبيرة أو على العصابة التي تكون فوق الجبيرة في الوضوء أو في الوصل حفاظا على النفس حفاظا على العضو لأجل أن لا يقع عليه أي أذى هذا المسح لا بد فيه من شروط حتى يكون جائزا هذه الشروط بيناها بقوله ويشتارط في المسح المذكور نقطتان أولا أن يكون جل جسده صحيح يشتارط في المسح أن يكون جل الجسد صحيح والجرح هو النادر هو الشيء القليل والمراد بالجل جل الجسد كله في حكام الغسل أو جل أعضاء الوضوء في حكام الوضوء الشرط الثاني أو جريحا ولا يتضرر إذا غسل الصحيح الشرط الثاني أن يكون جل جسده جريحا يعني عطفها على شرط الجريح أن يكون جل جسده صحيحا أولا أو جريحا يعني جل الجسد في الجرح لا قدر الله ولا سمح الله كالاحتراق احتراق مثلا فأصابه في أماكن عدة فجل الجسد جريح ولكن لا يتضرر إذا غسل الصحيح يعني إذا غسل الجزء الصحيح منه لا ضرر عليه ويمسح على الجزء الجريح حين الغسل مثلا أو جل أعضاء الوضوء حين الوضوء شرطاني متلازمان وواضحا لكن يزيد ذلك وضوحا في بعض التفصيلات فقال فإن كان يتضرر بغسل الصحيح فإن كان يتضرر بغسل الصحيح أو كان الصحيح قليلا جدا ليس الجل بل قليل جدا ومثل قال كأن لم يبقى إلا يد به صحيح بقي كله فيه عصابات الحرق مثلا لا قدر الله أو رجل فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسح على الجريح بل ينتقل إلى التيم تفصيل دقيق إذا كان لقدر الله كان يتضرر بغسل الصحيح أو كان الصحيح قليل جدا كيد أو رجل فقط فإنه لا يغسل ذلك الصحيح اللي هو اليد والرجل ويمسح على جل جسده لا إنما ينتقل إلى التيم معنى هذا الكلام أنه متى يقال له يمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة هذه هي الجزء القليل وهو الغالب الجبيرة هذه أو العصابة هو الغالب الذي يقع هو الجزء القليل وباقي أعضاء الوضوء أو باقي الجسد كله صحيح فحينها يتوضأ أو يغتسل ويمسح على ذلك الجزء القليل القليل من حكم إذا تعدر المسح على الجرح يعني لا على جرح ولا على شيء يعني الجرح لا يمكن أن يلمس ولا أن يوضع عليه شيء وهذا كذلك حكم الواقع قال وإذا تعدر مسح الجريح يعني مسح المكان الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء إذن تابعي إلى هذه المسألة المكان الجريح جرح عميق وضار ولا يمكن أن نضع عليه ولا دواء يبقى كما هو ولا يمكن حتى أن المسح يعني يكون حرق مثلا في الدرجة ثانية أو ثالثة طوية جدا فارضا فلا يمكن أن يضع عليه شيء لأنه يتأذى به كثيرا ولا يمكن ملاقاته بماء أو بعصار أو نحو ذلك فما الحكم؟ قاد فإن كان في موضع التيمم ليه هو الوجه واليدين إلى الكوعين هذا هو موضع تيمم أما هذا فقلنا عرفنا أنه سنة درس سابق فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسحه أيضا بالترابي أو بالحجر يعني كان الجرح في الوجه أو في اليدين وكذلك حكمه من نفس الحكم من لا يمكن مسه كحرق شديد أو نحو ذلك تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه يعني يقال له ما كان هذا اللي في الجرح في اليد هنا أو في الوجه أو نحو ذلك ولي يمكن مسه قال ترك لا بتيمم لا يمكنه تيمم فيه ضرر لا يمكن أن تضع عليه جبيرة فيه الضرر لا يمكن أن تلمسه فيه الضرر لهو الوجه واليدين كما قلنا تركه كما هو وتوضأ إذا كان بالجد الهوضع سليما أو نحو ذلك أو كان في الوجه واليدين سليمتين توضأ باقي الوضع على ماذا؟ ما معناه؟ غسل اليدين مفارد كان في الوجه غسل اليدين إلى المرفاقين مسح الرأس مسح الأدنين المضمضة إذا استطاع إذا ما استطاعها تعداه لنا السنن غسل الرجلين ماذا عندنا الآن؟ عندنا طهارة مائية ناقصة باعتبار أن الجرح الخاطير هذا في الوجه أو في اليدين قال فقهاء طهارة مائية ناقصة خير من طهارة ترابية ناقصة لأننا قلنا الجرح الخاطير هذا في أعضاء تيمم فلهذا قالوا له توضع وضوء ناقص وصل وهو أولى من أن لا تفعل شيء لأن إن تيممتا سيكون تيمم ناقص إذن وضوء ناقص أولى من تيمم ناقص ولذا قال تاركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه لهي الرجلين واليدين إلى المرافق ونحو ذلك ثم قال وإن لم يكن في أعضاء التيمم أي لم يكن في الوجه وفي اليدين الكوعين كأن كان في الرجل مثلا فإنه يغسل الصحيح اللي هو الوجه واليدين لأن هذا ليس فيه جرح الآن ويغسل الصحيح من جسده في الوضوء مثلا فإنه يغسل الصحيح ويتيمم على الجريح على أحد الأقوال الأربع أخبر أن في المسألة هذه يعني إذا كان الجرح لم يكن في أعضاء تيمم لهي الوجه اليدين وكان خطيرا لا يمكنه والحال أنه كما سبق يعني تعذر لا لمسه ولا وضع الجبيرة عليه ولا جرح خطير أو حرق خطير لكن ليس في أعضاء تيمم فماذا قال أخبر أن الأقوال الأربعة واختصارا لم يذكرها لم يذكر الأقوال الأربعة نبقى على الشيخ رحمه الله تعالى يعني كأنه قال فيها أقوال أربعة أشاري الشيخ خليل لكن في أقوال أربعة متساوية لكن اقتصر على واحدة منها فقال فإنه يغسل الصحيح الأجزاء الصحيح ويتيمم لأجل ذلك الجارح بقدر ما استطاع لأننا قلنا لم يكن في أعضاء تيمم مدام لم يكن في أعضاء تيمم إذن يمكنه تيمم صورتها بشكل أوضح الجرح هذا الخطير في الرجل اليسرى ولا يلمس لا جبيرة ولا شيء إذن الوجه واليدين سليمتان لكن كذلك اليد إلى المرافق والرجل اليمنى وكذلك هذا سليم فهنا قال يجمع ذكر القول أحد الأقوال الأربعة بأنه يجمع بين وضوء الناقص فيتوضأ للصحيح لرجل اليمنى تلك ونحو ذلك ويجمع وغسل الوجه ونحو ذلك ثم يجمع معه تيمم لأجل ذلك العضو الجريح هذا القول والقول الثاني نكتفي بذكر واحد من أقوال الأربعة القول الثاني أنه يتهمم وهذا القول هو لكذلك معمول به كثير جدا إذا كان الجرح عميقا وليمكن لمسه وهو في الرجل اليسرى فاردا وأعضاء تيمم سليمة يتهمم وهو أحد الأقوال الأربعة وهو الأكثر والمعمول به ينتقل تيمم وكذا ختم الكلام في المسح على الجبيرة بحالة نزع الجبيرة أو سقوط الجبيرة الجبيرة هي الدواء أو العصابة وضع عصابة ومسح عليها ثم سقطت فقال وإذا مسح على الجبيرة توضأ وعند المكان مسح مسح على الجبيرة ثم نزعها لدواء أو غيره أو سقطت بنفسها نزعها هذا الدواء ليغير غيرها أو مسح على العصابة نفس الحكم مسح على العصابة ثم نزعها من أجل أن يضيف دواء آخر مرة ثانية ثم يعيدها مرة ثانية وهو كان متوضئا وكان قد مسح على الجبيرة العصابة فإذا هو نزعها أو سقطت بنفسها بطل المسح عليها لاحظ ما أعظم الشيخ في التعبير لم يقل بطل الوضوء يعني نتكلم على إنسان متوضع ومسح على الجبيرة وسقطت لم يبطل الوضوء بطل المسح عليها فقال بطل المسح عليها فإذا لم يبطل الوضوء لم يبطل الوضوء إلا إذا طال الزمن فإذا طال الزمن بطل الوضوء ولذا عقب وقال وإذا ردها فلابد من المسح ثانيا يعني إذا كان على وضوء وكان مسح الجبيرة وفي حالك سما سقطت سقوطها هذا وانكشاف العضو يبطل المسح فيأخذها ردها مرة ثانية ثم يمسح يعيد المسح ووضوء صحيح أو نزعها ووضع الدواء دقيقة نصف دقيقتين وضع الدواء ثم رد العصابة نفسها لا يقول أنه على وضوء الأول لا هذا النزع يبطل المسح فيعيد يبلل يديه ويعيد المسح فوقها ووضوءه الأول صحيح بإعادة هذا المسح تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن سقوطها أو عن نزعها خارج صلاة ولم يتكلم عنها لو سقطت في أثناء الصلاة وهو يصلي سقطت من العصابة التي كانت على يدها نقول إذا سقطت الجبيرة في أثناء الصلاة بطلت الصلاة بسقوط الجبيرة في أثناء الصلاة فالركع الثانية والثالثة ركع فإذا بالجبيرة من يدها والعصابة لم تكن مربوطة جيدا سقطت سقوطها وانكشاف العضو الذي لم يتوضأ عليه ولم يوصل انكشافه مبطل الصلاة فيسلم عن هذه الصلاة هل انتقذ وضوءه أو بطل الوضوء؟ لا في الوضوء لم يطل بطل المسح وبالتالي بطلة الصلاة يأخذها يرجعها في مكانها يعيد عليها المسح عليها هي ثم يعيد صلاة من أول فتبطل الصلاة يعيدها في مكانها ثم يعيد المسح عليها ويعيد الصلاة معنا هذا أن الوضوء صحيح كل هذا ما لم يطل الزمن فإذا طال سقطت وطال الزمن لا يحتاج إلى وضوء جديد هذا والله ورسوله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة